طبعا اكيد حضراتكم لاحظتوا المجهود الكبير والطفرة الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عليها منذ تولي مجلس ادارة الكابتن حسين لبيب المسئولية وانتوا عارفين الزمالك مر بمرحلة صعبة جدا كان فترة اقاف قيد وما فيش الامكانية التعاقد مع العيبة جداد مدير فني مؤقت الكابتن معتم الجمال اللي انا بقول انه هو عمل كل اللي عليه وكل اللي يقدر عليه فترة صعبة جدا هو كل الكابتن اللي كانوا موجودين ولكن 110 يوم او اكتر من 100 يوم دلوقتي لمجلس ادارة الكابتن حسين لبيب والحقيقة الناس عملت خطوات مهمة جدا لعودة الزمالك للطريق الصحيح وللاستقرار ورغم ذلك انا بشوف ان فيه يعني اصوات معارضة كبيرة جدا على السوشيل ميديا كأنها منتظرة اي سقطة او اي غلطة او اي خطأ ممكن يحصل لمجلس الادارة عشان يتكلموا فيه طبعا في الاول الناس تتكلم على قصة ان المجلس ما عملش حاجة المجلس ما حلش القيد المجلس ما جابش مدرب المجلس ما جابش العيبة والناس كانت شغلة في صمت وشغلة باحترافية كبيرة جدا عشان تحل كل الملفات وكل القضايا والناس قدرت ان هي تجيب مدرب وتجيب لعيبة مميزة جابت لعيبة مميزة الناس بتتكلم تقولك ان اللعيبة كلها معظمها بتلعب في مركز واحد وان احنا مدعمناش في المركز الصحيحة في جزء من الكلام ده ممكن يكون صح ولكن برضو الناس شغالة بشكل ممكن يكون شغالة بشكل كويس ولم يصل الى الكمال بسبب ان انت عشان توصل الكمال في اي مشروع كرة قدم لازم ان انت تاخد وقتك تاخد فترة على ما تزبط الستاب بتاعك تزبط الستراكتشر بتاعة النادي مفيش حد يجي يخش يشتغل سيبك من اللي كان موجود قبل كده لكن مفيش حد النهاردة يخش يشتغل في مكان كبير ومعقد ومتفرع قضايا متفرعة ومشاكل متفرعة هيخش يقدر في مئة يوم في ثلاث شهور ان هو يحل كل حاجة خطوة 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 فانا بطالب جمهور الزمالك بالصبر وعدم الانسياق وراء فيه ناس كتيرة جدا همها الاول والاخير حاجة من الاثنين يا اما يبقى ليه وجود في النادي ولو ما ليش وجود في النادي او مركز في النادي او منصب في النادي فالناس كلها اللي موجودة دي عدائي اخلي بالكو فيه ناس كده سواء ناس لعبت في النادي قبل كده او ناس كانت شغلة في النادي قبل كده او ناس كذا يقولك لو ليه وجود انا راجل داعم وكل حاجة لو ما ليش وجود او منصب ابقى الناس دي عدائي وبتصيدلهم الاخطاء وكل الكلام ده طبعا لازم الجمهور والجمهور الزمالك اللي بيفهم كويس قوي انه يبتدي ان هو يصطاد الناس دي يصطاد الناس دي يعرف ان النهار دا اي حد بيتصيد الاخطاء تسأل عليه على طول يقولك دا كان موجود ومشي او كان موجود ايام فلان ودلوقتي في خطر ان هو ممكن يمشي فتقرى العنوان على طول العنوان يعني زي ما بيقوله بيباهم من عنوانه فيه ناس كتيرة جدا للأسف ما بتدهرش اللي على مصلحتها فقط ما بتدهرش اللي على مصلحتها فقط وهتلاقيهم مثلا ممكن ايام ما كان المستشار مرتضى منصور موجود وهم ما كانش ليهم موجود كانوا بيهجموا مرتضى منصور ويهجموا المجلس ويتصادلوا الاخطاء وانس ان هم يتقلدوا ومنصب يقولك الناس دي حبايبي والناس دي شغالة صح يا جمهور الزمالك لو سمحتوا استادوا الناس دي شلوهم يعملوهم بلوك برة ما تسمعوش كلامهم ما تتأثروش بكلامهم لين الحقيقة بتقول ان الناس فضلت شغالة وخدت وقتها لان حل المشاكل اللي كانت موجودة ما كانش سهل لذا نمرة واحد نمرة اتنين لو المجلس ده بقاله فترة طويلة موجود ومستقر وجاي على مناخ صحي وجاي على حالة صحية والنادي هادي ومستقر والاخطاء اللي موجودة دلوقتي حصلت اه لا ساعتا انت لازم تطلع تنتقد وتقول لأ كان لازم مثلا ان انت تجيب المدرب قبل اللعيبة وتسيب المدرب يختار اللعيبة ان انت تقول ان لأ كان لازم ان انت تدعم في كذا ولكن لازم تفهموا يا جماعة ان اي مشروع كرة قدم عشان تثبطه محتاج وقت ومحتاج اكتر من فترة انتقالات والمجلس ده محتاج وقت ان هو يصلح المشاكل اللي موجودة جوه النادي وبتكلم على مشروع كرة مش بتكلم على الالعاب التانية الالعاب التانية هم خبروا فيها يتكلموا فيها اكتر مني يعني فيهم ناس نجوم وناس صنعوا تاريخ في الالعاب التانية